سيدات والسادة حول الاجتماع الدوري الشهري لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسهاج والتفاصيل مع الزميلين عبدالفتاح الدقيشي وهند فوزي أكد الأستاذ محمد الدالي مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج على أهمية متابعة معدلات الإنجاز في فصول ومراكز محو الأمية ومتابعة معدلات الإنجاز في كافة أنشطة الخطة الخاصة بمحو الأمية على مستوى المحافظة وأهمية التخضيط والتنفيذ الجيد لأعمال الامتحانات لحضور أكبر عدد للتاريسين المتقدمين للامتحانات على النحو الذي يسهم في تحقيق خطة محو الأمية لأهدافها جاء ذلك خلال تراؤسه الاجتماع الدوري الشهري الذي أقيم بمقر فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسهاج وحضور مدير الإدارات الداخلية والخارجية هذا هو الاجتماع الدوري الذي يعقده فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار للسادة مدير الإدارات الداخلية والخارجية في الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سهاج نهدف من هذا الاجتماع دوما إلى متابعة معدلات الإنجاز في فصول ومراكز محو الأمية ومتابعة أيضا معدلات الإنجاز في كافة أنشطة الخطة الخاصة بمحو الأمية على مستوى محافظة سهاج ملف الامتحانات التي انتهينا منها وقد انتهى فرع الهيئة من امتحانات الدورة الامتحانية السالسة على مستوى المحافظة أيضا نقشنا مع الزملاء أبرز النقاط الإيجابية التي لمسناها من خلال ارتفاع معدلات الحضور في بعض المراكز الإدارية وأيضا ارتفاع معدلات النجاح أيضا لاحظنا في بعض المراكز عن الالتحاق بامتحانات التي عقدت في هذه المراكز رصدنا مع الزملاء أيضا الأسباب التي يمكن أن تكون وراء عدم الحضور المرتفع للأميين سواء كان بعد اللجان الامتحانية عن محل إقامة الدارسين أو اختيار توقيت غير مناسب للظروف الدارسين سواء كان هذا التوقيت تناسب مع سوق من أسواق القرية أو مناسبة دينية أو مناسبة اجتماعية وبالتالي ده رصدنا ليه ليساعدنا على أن نحن نتلافى هذه السلبيات في الامتحانات القادمة من أجل ضمان معدلات حضور أعلى للدارسين والدارسات في فصول محول أمية كيما تحقق خطة محول أمية الأهداف المرجوة منها أيضا مع الزملاء ناقشنا موقف التأهيل التربوي للمعلمين والمعلمات طبعا المفترض أنه عندنا برنامج تدريب سنوي بيتم تنفيذه للمعلمين والمعلمات على مستوى المحافظة هذا البرنامج لم يبدأ تنفيذه بعد وبالتالي وبالنظر إلى أن المعلمين المشتغلين في برامج محول أمية هم غير متخصصين بحسب الأصل في برامج تعليم الكبار فتنقصهم المعارف والمهارات والاتجاهات الضرورية واللازمة للتدريس بشكل متميز ومنتج لأثره في داخل فصول ومراكز تعليم الكبار وبالتالي الهيئة العامة لتعليم الكبار لا تنتظر تنفيذ المخطط السنوي لبرامج التأهيل والتدريب للمعلمين وإنما تسعى إلى عقد لقاءات تدريبية مصغارة أسبوعية على مستوى كل مركز من المراكز الإدارية يساهم من خلالها المدربين المعتمدين من الهيئة والموجهين أيضا المتميزين من التربع والتعليم في إكساب المدرسين المشتغلين ببرامج محول أمية المهارات والمعارف والاتجاهات اللازمة لتمكينهم من تحقيق أهداف العملية التعليمية في فصول ومراكز محول أمية هذا وأكد التالي على أهمية الاستمرار في تقديم برامج التأهيل التربو الأسبوعية من خلال المدربين المعتمدين من الهيئة والموجهين المختصين بالتربية والتعليم من داخل فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سوهاش كنت معكم عبد الفتاح الذقيجي لقناة طيبة اشتركوا في القناة